انطلقت فعليات الملتقى الثاني عشر لأهل مصر والذي تقيمه هيئة قصور الثقافة وتاتي فعلياته هذا العام بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يهدف الملتقى إلى دمج المجتمعات الحدودية مع باقي المجتمع المصري وتبادل الخبراء والثقافات وعدم الانغلاق على النفس هذا وتضمن الملتقى ورش عمل مختلفة مثل تعليم الديوكباك والخيامية وكتبة السنايرو وغيرها بالإضافة للقاء محاضرات في التنمية البشرية والتعريف بين الشباب وتنظيم زيارات ميدانية مختلفة إلى ميناء العريش ومدينة الشيخ زويد وغيرها من الزيارات الميدانية